موسيقى يأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة حول القانون المنظم للهجرة والإقامة والترحيل 0203 في إطار مشروع حماية صمود وهجرات الذي تنجزه منظمة الهجرة والتنمية بشراكة مع أندكاب انترنسيونال وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وقد سعينا في تنظيم هذه المائدة المستديرة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأقادير أن نسلط بعض الضوء حول هذا القانون وحول محدوديته في الجواب على إشكاليات المهاجرين الموجودين فوق التراب المغربي ولذلك قد عرفت هذه المائدة المستديرة نقاشة مستفيدة بين العاملين في القطاع القضائي بين أكاديميين وبين ممارسين وحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني خصوصا الهيئة الجهوية للهجرة ترجمة نقاشة ترجمة نقاشة إجماع للحكومة، إجماع للمجتمع المدني، إجماع لكل الفاعلين وأعتقد على أن هذا القانون لا بد أن يتوافق في المرحلة الحالية مع الاتفاقية التي صادقها المغرب على المستوى الدولي وأهم نقطة أعتبر وأختيب بها هو أن هذا القانون يجب أن يوقف ويحد من تجريم وجود أجانب فوق التراب الوطني فقط لأنه فوق التراب الوطني وبيدين وطائق يعتبروا جاريمة و هذا لا يمكن ولم يعد مقبولا على المستوى الدولي Donc c'était l'occasion de voir quels seraient justement les ajustements qu'on pourrait apporter de l'aide à ces gens-là parce qu'ils sont en quête d'une vie meilleure ils ne doivent pas être tout le temps vus comme des criminels mais plutôt des êtres humains Le Maroc, bien entendu, a été signataire de plusieurs conventions internationales qui protègent les droits de l'homme et les droits des étrangers أعتقد أنه بنتبل الموضوع لحقوق المهاجرين بسبعة عامة وخاصة القانون رقم 020-03 تطلب واحد النوع من الترافوع الخاص الترافوع الخاص أولا لأنه كيف ما وضحت في الموضوع هذه هي أن البرلمانيات والبرلمانيين عندهم انشغالات كثيرة وخاصة طبيعة الحال واحد المجهود الترافوعي باش هاد الموضوع يدخل في الأجندات الاهتمامات الأولوية لعند البرلمانيين وخاصة طبيعة الحال هادك يطلب واحد العمل مسبق ديال معرفة عميقة بآليات الشغال البرلمانيات والبرلمانيين من خلال هاد المعرفة تنمكن نعرف كذلك ما هي المسارات التي يمكن أن نجعلها في هذه العملية الترافوعية وبعليق أبسط ما هي الأبواب التي سنضقها في هذه العملية الترافوعية ثم بطبع الحال تخصنا واحد المتريز أيضا كذلك على مستوى تسهيل العمل للبرلمانيات والبرلمانيين في عمليات الإقناع ديالهم بالاهتمام بالموضوع بمنع أننا تخصنا مثلا نديرو هذا العمل بيداغوجي ديال الصياغة ديال الموضوع اللي غنترافع عليه وفي هذه الحالة هو الموضوع ديال مراجعة إطار إطار الشريعي ونبدأو كذلك بالأشياء ربما المتاحة والبسيطة نسبيين في العمل البرلماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر